طلع أنا وأنت على سبع سما حلو الحمد لله هم؟ هم؟ هل تنشوف من راح يكون بانتظارنا يلا بينا نشوف حبيبي طبعا الله يرحمه وإنك طبعا الله يرحمه يحسن إليه بسابع سما بسابع سما فعلا يعني أتمنى أنه هو يكون في مكان أحسن وتمنى أنه هو يكون يعني ربنا يجمعني بيه في الجنة لأنه كان شخص استثنائي حقيقي يعني كان محمد حسن رمزي كل من يعني مش بس عرفه بشكل شخصي لأ شافه مرة سلم عليه في حتة صرته الطيبة والعطرة إحنا عايشين بيه لغاية النهاردة اسمه اللي شرفنا وإحنا يعني تشرفنا أن إحنا بنحمل اسم محمد حسن رمزي إحنا كأولاده يعني مش عارف أقول عنه إيه لأنه هو أثر في حياتي بشكل كبير جدا رغم أنه كان منفصل عن والدتي وإحنا عيشنا بعيد عنه ولكن تأثيره لحد النهاردة قوي بقوة شديدة جدا جدا إيه الحاجات الندمين عليها لقلت لو بيرجع فيه زي ما اللي وردك أنت عملت مع بابا يعني أنا ما كنتش يعني كنت ديت له وقت أكتر كنت قعدت معه فترة أكتر كنت تعلمت منه أكتر كنت عصرته عشت معاه يعني زي ما قلت لك هو مات صغير يعني هو مات 60 سنة وأنا كان عندي ساعاتها 33 فما أقدرش أقول أن أنا الحق تشبع منه يعني فهميني هو كان كمان أب زي ما قلت لك أب استثنائي وكان معروف عنه أنه هو بيحب ولاده حب أكتر من أي أب يعني أي أب بيحب ولاده طبعا بس محمد حسر رمزي كان بيعشقه يعني أولاده دو هم أهم حاجة وأنا البكري بتاعه فترة من نسبة لي في علاقة خاصة بيني وبينه كده مش ندمن إلا على الوقت الوقت اللي أنا ممكن ما كنتش معاه فيه نتيجة شغل نتيجة هو شغله الحياة كانت نمنا لو أنا رجع بيه الزمن ما سيبوش ثانية يعني أفضل جنبه وحواليه وبسمعه وبنصح كل الناس اللي لسه بتتمتع بوجود أمهم وبوهم معهم ما تضيعوش ثانية حتندموا الشريف إيه اللي كان يضايقه لو والدك فيك كانت يعني نصايحه دايماً إيه أكتر حاجة كانت تزعجه والله أنا عمري ما حسيت إنهم اتضايق مني في حاجة يعني من ساعة ما تولدتك يعني حاولت على قد ما أقدر أبقى شخص ما دايقوش وأي مثلا عيب عندي مزهره لوش ما أعتقدش إنه هو عمره في يوم زعل مني أو تخنقنا يعني إحنا عمرنا ما تخنقنا عمرنا ما قفاشنا على بعض أو هو قفاش عليها أو زعل مني أو وبخني في حاجة أو شايف إن أنا ممكن بينصح كتير ممكن ساعات أنا أكتر نصيحة كاني قلت اتقي الله أنا والدي أول بنت صحبتها في حياتي جت بقوله أنا صحبته مش عارف يوقت فأنا مفروض أي أبا حيسأل شكلها إيه يا عام لزاف قال لي بتتتقي الله وانا بتتطفل ساعاتها صغير جدا فقلت له ما عرفش بتتقي الله ولا يعني مش عارف فهو كان مهمة أوي عنده فكرة التقاء الله دي وعمل حاجة غريبة جدا لما توفى لقينا كان هو معايا مايك كده دايما بيسجل عليه شغله وحاجاته زي ريميندر كده أو فويس ريكوردر كده فلما توفى أنا كنت حاسس إن الفويس ريكوردر ده في حاجة مهمة لأن كنت بشوفه دايما بيسجل حاجات كده ومش عايزنا نسمعها فجبت الفويس ريكوردر ده وحطيته في الكمبيوتر وسمعت اللي بتاعه وتخضيت وأشعرت لأنه هو لقيته سايب لنا رسائل بيقول لنا فيها ياولادي لو بتسمعوا البتاعة دلوقتي بأنا أكيد مش حبقى معاك وحكون توفق زي بالأفلام زي الأفلام عمل ده فعلا وأنا ساعتها أنا كنت قاعد لوحدي في القوضة كم ده بعد لو فاب سنة أو حاجة وقلتها شو أسمع بقى لأ اتشده يعني حسيت إنه هو بيكلمني من عالم آخر يعني بيكلمنا ونصايح بقى كتير جدا وما خلوا بالكم من فلان وعملوا مش عارف إيه وعملوا كذا في إيه واتقوا الله فيين وكل يعني وصلوا وصوموا وعملوا وسووا وقربوا من ربنا وإوعوا تزعلوا حد كل النصايح اللي كان بينصحنا بيها كأب على مدار حياته هو لخصها في فويس نوتس كده وسبهلنا على البتاعة ده وعمره ما قال لنا إنه أنا سيبلوكوا حاجات على البتاعة ده يعني إحنا اسمعناها بالصدفة ممكن ما نسمعش ده أصلا وما نسمعش الحاجات دي بيصد ربنا الوسط كان غدار بالنسبة لكم شريف يعني كانت الدنيا دنيا بوجود والدك ولما رحل في كتير ناس غيب وفي كتير ناس ما سألوا ده بيحصل دايما في كثير أشخاص ما عادوا هتموا تفجأتوا فيهم صدمتوا فيهم فيه طبعا يعني مش هقدر أقول غدار لأن ده بيحصل في كل حتة يعني أي شخص حتى لو مش فنين حتى لو مش وسط فني في أي وسط في الدنيا واحد شغال كذا وأبوه كان شغال كذا يحصل أنه يتوفى بتشوف الناس الحقيقي يعني في مقولة بتقولك أنه انت مش شاف بشاب بتعرف مين القريب ومين اللي بتقف الشدة يعني مين أصدقائك اللي بجده واللي وقفين معك بجده يعني هو مثلا نصحنا كتير جدا لك إيه فلان ده حبيب مش عارف إيه ولو أنا حصل لحاجة ده حيبقى بوكو التاني ما حصلش وناس ثانية كان منافسين أو يعني مش عايز أقول أعداء بس يعني منافسين بشدة وكنا نتخيل أنهما أكيد دول كانوا أقوى ناس معاركم وفي العكس يعني فيه أنهما ناس كانوا قريبين منه فضلوا كان منه قريبين شركاء أصدقاء بتاع فضلوا زي ما هما يعني أبهاتنا التانين يعني بس أنا أصدي أن طبيعي أن كنتي ده يحصل أنا ما تهزتش خالص من ده أن أنا فجأة أشوف الناس في يوم وليلة يعني زي ما قلت زي ما ناس أنا شفت على حقيقتها ناس تانية أنا كنت متوقع أنه مش هتبقى معنا خالص لا وقفت معنا فده عادل ده عمل نوع من بالنس آه عمل بالنس لو اليوم بدك توجه له كلمة بسابع سما وتقول له حاجة نختم فيها البرنامج تقول له إيه لأبابك آه أقول له يعني أشكرك على كل حاجة عملتها معنا وأشكرك على على أي حاجة قد انتهى لنا في وجودك وفي عدم وجودك لأن احنا في عدم وجودك بنتمتع بحاجات كتير جدا منها سرتك الطيبة واسمك الأول ما بنقوله لحد بيقول شعر فيه دي حاجة على كتافنا وسامي على صدرنا جدا 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 يعني يمكن الحياة خدتني كتير جدا والولاد والشغل والحاجات ولكن لا طبعا وحاشني أكتر شخصية في حياتي وحاشتني يعني الله يرحم الله يرحم